قد تكون هذه الحيوانات هي كل رأس مال هذا المزارع وتعني إصابتها بأمراض وبائية خسارة كل ما يملك لذا أطلقت وزارة الزراعة المصرية حملة قومية لتحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلعية والوادي المتصدع بيخسرني طبعا بايم بيخسرني علف خسارة كثيرة مش قليلة يعني انت عندك حضرتك أول عم نول أنا خسرني حوالي 380 ألف لو جهل بهم بيعدي الجميع بيدمر كل القارب تحته فبناء على التحصين بيمنع المرض قبل وصوله اللبن بينزل أو ممكن يمتنع تماما على الحليب وبرضو اللحم بيتأثر معدلات الزيادة في الوزن كل يوم بتتأثر في الحيوان هذه الحملة تأتي ضمن جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية وزيادتها وتحسين سلالاتها لدعم المربين وتقليل الاستيراد عندنا مشروع المليون رأس وده تبنى السيد الرئيس ومشروع المليون رأس ده لما يكتمل هيبقى نقلة رهيبة في الثروة الحيوانية في مصر بالكامل هنا كمان بنهتم جدا بموضوع التلقية الصناعي ونجيب سلالات من بره سلالات عالية الجودة في إنتاج اللحوم في منتاج الألبان ووفقا لتقارير وزارة الزراع يصل حجم الثروة الحيوانية في مصر إلى ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف رأس من الأبقار والجاموس بالإضافة إلى عدد مليونين وسبعمائة ألف رأس من الأغنام والماعز والإبل ويستهلك المصريون سنويا نحو تسعمائة ألف طن من اللحوم الحمراء ينتج أكثر من نصفها محليا إصابة هذه المواشي بأمراض مثل الحمى القلاعية والوادي المتصدع تعني خسارة فادحة للمربين وتهديدا لصحتهم وصحة من يتناولون لحومها وألبانها من هنا تأتي أهمية هذه الحملة في حماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في مصر مينا حبيب قناة الغد محافظة الفيوم